أعلنت اليابان عزمها استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا قريبا وذكرت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا أن بلدها ستمضي قدما في تنصيق نهائية للجهود اللازمة لاستئناف المساهمة في تمويل وكالة الأونروا وأكدة أنها ستتخذ تدبير فعالة لتحسين إدارتها وتعزيز شفافيتها وتتبع أموالها وضمان حيادية موظفها أشارت صحيفة معرفة الإسرائيلية إلى استطلاع رأي يكشف عن أن حزب الليكود سيفقد نصف قوته الانتخابية وسيحصل على 19 مقعدا إذ جرت الانتخابات وأضف الاستطلاع أن معسكر الدولة بقيادة عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بني جانس ليزال القوى السياسية الأولى وسيحصل على 33 مقعدا بأي انتخابات مشيرا إلى أن 45% من الإسرائيليين يرون جانس الأنسب لرئاسة الحكومة مقابل 38% فقد يفضلون نتنياهو جدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أيمن الصفدي دعوته إلى وقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلية وإجبارها على وقف الكارتة التي تسببها في قطاع غزة وكان قضاة محكمة العضل الدولية قد أمر بالإجماع إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول الإمدادات الغذائية الأساسية للفلسطينيين في القطاع ووقف انتشار المجاعة أعلن الجيش السوري مقتلى وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين جراء عضوان إسرائيلية استهدف عددا من النقاط في ريف مدينة حلب ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر عسكري قوله إن العضوان الإسرائيلية أسفر عن وقوة خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة وكان مدنيان سوريان قد قتل ووقعت أضرار مادية جراء عضوان إسرائيلي استهدف الخميس مبنى سكنيا بريف دمشق جدد عضو مجلس السيادة الانتقالية نائب القائد العام للقوات المسلحة بسودان الفريق أو الركن شمس الدين كباشي عزم القوات المسلحة والقوات النظمية الأخرى على تطهير البلاد من التمرد والقضاء على قوات الدعم السريع كما لفت إلى أن القوات المسلحة التسعى للسلام معلنا ترحيبهم بأي دعوة صادقة تصب في مصلحة السلام كما أشاد نائب القائد العام للقوات المسلحة بالسودان بكل الجهود المخلصة من الدول والأشقاء والوطنيين لإيجاد حلولا لمشاكل السودان داعيا قوات الدعم السريع إلى الالتزام بالتفاقيق جدا أعلنت هيئة الأركان العام للقوات المسلحة الأوكرانية تسجيل 59 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في غضون ذلك أكد قائد السلاح الجو الأوكراني أن القوات المسلحة دمرت 58 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا ليلة الماضية بالإضافة إلى 26 صاروخ كروز أعلنت مصادر الأوكرانية تعرض ثلاث محطات للتقى الحرارية لأضرار خلال هجوم روسي بصواريخ ومسيرات وأضفت المصادر الأوكرانية أن معدات المحطات الثلاثة تعرضت لأضرار جسيمة وجار العمل على إصلاحها أعلنت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية أنه تم نشر طائرات بولندية وأخرى تابعة لحلفاء بالمجال الجوية للبلاد بعد أن شنت روسيا ضربات صاروخية على أوكرانيا وذكرت قيادة العمليات أن طائرات بولندية وحليفة تعمل في المجال الجوية البولندي تم نشرها خاصة في الجزء الجنوبي الشرقي من بولندا على الحدود مع أوكرانيا قال رئيس الوزراء الأوكرانية دينيس شميهال أن أوكرانيا طلقت شريحة بقيمة 1.5 مليار دولار في إطار برنامج تمويل مع البنك الدولي وأضاف رئيس الوزراء الأوكرانية أن تمويل مقدم من اليابان بقيمة 984 مليون دولار وبريطانيا بقيمة 516 مليون دولار وستغطي الأموال والإنفاق على الاحتياجات الاجتماعية والإنسانية وجهود إعادة الإعمار أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكرانية أليكساندر كوبراكوف عن تصدير ما يقرب من 34 مليون طن من البضائع عبر ممر النقل الأوكرانية في البحر الأسود منذ بدء تشغيله في أغسطس الماضي ودشنت أوكرانيا الممر بعدما انسحبت روسيا في يوليو من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وهددت باعتبار جميع الصفن أهدافا عسكرية محتملة وذكر المسؤول الأوكراني مرور 1140 سفينة عبر الممر الأوكراني مصدرة 33.18 مليون طن من البضائع إلى 40 دولة حول العالم من بينها 23.21 مليون طن من المنتجات الزراعية الأوكرانية ذكر مسؤولنا بوزارة التجارة الأمريكية أن واشنطن طلبت من شركات أمريكية وقف شحن البضائع إلى أكثر من 600 جهة أجنبية بسبب مخوف من احتمال تحويل مسار هذه السلع إلى روسيا استخدامها في حربها ضد أوكرانيا وأوضح المسؤول الأمريكي أن الوزارة بعثت رسائل تحذيرية في الأسبوع الماضية إلى 20 شركة على الأقل في أحدث جهد للتصدي للحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت عام 2022 كانت الولايات المتحدة وأكثر من 30 دولة أخرى فردت مجموعة من العقوبات بهدف إضعاف قدرة روسيا على شن حربها من خلال عرقلة الحصول على التكنولوجيا الغربية مشاهدينا نهاية مجزء الثالثة شكرا مع المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة